السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله في قناة انتر التقنية اليوم ان شاء الله شرحنا في برنامج سنفيقاس شرح طريقة تعمل شريط اخباري عن طريق برنامج طبعا كل الادوات اللي راح نستخدمها كلها عن طريق البرنامج سنفيقاس ما راح نحتاج الفوتوشوب وخلونا نبدأ اول خطوة انك تضيف الفيديو او الصورة اللي انت بيها عشان تتحط الشريط الاعلان طبعا راح استخدم صورة احط الصورة تحت سوي تركين فاضي بعد كذا نرح فيو ويندو بعد كذا ميديا نختار سولايد كولور ناخذ الوايد اوكي اوكي بعد كذا كلك يمين نضغط على هذه نشيل الصاحب الوسط نضغط على اوكي ثم بعد كذا تضغط على العلامة هذي الإفنت اوكي ناخذها كذا او خلونا نسوي ذا كذا نرح اوكي نرح اوكي طيب بعد كذا خلونا نسوي التأثير على الشريط هذا فتيجي هنا view window video effects تاخذ خلونا نشوف border تاخذ البيفل تأثير هذا تسحبه اوك 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 نخلي الانجل ناخذ size سوي كذا بالsize اوك ناخذ اللون او تاخذ اللون اللي ناسبك في عندك كذا الوان برضو من size تقدر انك تعدل على حجم المنطقة البيضة اللي راح تحط فيها الكتابة او الخبر اوك اوك خلونا نشوف اللون كذا اوك اللون هذا مو مشكلة البنافسجي اوك طيب بعد كذا view window نرجع مرة ثانية للميديا حشان نسوي logo دايرة كذا اناخذ من هنا white تمان كليك يمين نسوي track جديد الفيديو نسحب السلايد الجديد اللي سويناه اوك بعد كذا video الفيكس وناخذ نشوف الكوكي كتر وناخذ السيركر اوك ظهرت عندنا الدائرة طيب نحرك الدائرة هنا ونصغرها من هنا size تمام صغره برضو اوك كذا منعسو طيب خلونا ناخذ نغير اللون ناخذ اللون هذا تمام فنضغط هنا عند الميديا مرة ثانية نرجع للميديا بتاع الدائرة تاخذ الكلار من هنا تسحب اللون من هذه الاداة تضغط هنا اوك فهذه شكل بداي فاللي حاب بنا يضيف logo من عنده مو مشكلة بس كشكل تجميل الشريط الاخبار اللي حاب انه يسوي برنامج سنيفقاس بس طيب الحين جاء وقت للنص او الخبر كيف تكتب الخبر كليك يمين انسير تكيست اوك بعد كذا تكتب الخبر مثلا راح اكتب كيف تكتب الخبر اوك ناخذ البي نصغر الحجم نصغر برضو تمام بعد كذا تجي عند الكلار الكلار هذا شيء اساسي لازم تاخذ اللون هذا عشان النص يكون يعني مخفي تحت اللون هذا راح وريكم نسحب الحين تمام ناخذ النص كذا طيب خلونا ناخذ التكيست ونحطه فوق سوي انسيرت فيديو جديد او تراك فيديو جديد اوك كذا تمام طيب جا وقت الحركة الحركة كلك يمين فيديو افند فانت اذا حاب انك تخلي النص يبدأ من هنا يبدأ من هنا فهذا شيء رجع لك انا راح اشرحه بطريقة واحدة اوك تلغط على هذه الاداة تخلي السام يمين ويصار عشان ما يتلخبط عليك التنسيق اوك ف نسحبها كذا اوك ونيجي عند الاخير ونضغط عشان يصير عندنا كيفرين بعد كذا نسحبها اوك اوك ثم 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 ف مشكلة الحد اور النهاية ان ما يتحرك للنهاية لازم انك تقصر الحجم التكست هذا لازم تقصر فكيف تسويها تجي كذا بعد كذا تفجي على الفيديو شوف الحين خلونا نشوف أوك فانا باعلمكم بطقيقة كيف تبطي التكست يعني تخلي شوي بشكل بطيء بس خلونا نشوف الحين كيف ظهر عندنا أوك خلونا نجيب هذه كذا تمام شوف الحين حاولوا زي ما انتم شيفين شوف الناس كيف دخل عشان اللوغو ضروري انك تحط اللوغو وبرضو اللون هنا مثل ما قلت لكم إذا صار اللون هنا غير الكتابة ممكن يسبب لكم مشكلة يعني ما راح يكون متناسق تمام بالنسبة لتبطي النص أو تغلى لسرعة المرور النص تضغط على كنترول وتسحب كذا إلى الحد اللي انتفي شوف الحين زي ما تشايفين كيف متناسق ومرتب حسنا تضيف خبر جديد يعني زيادة تضيف خبر جديد تضيف خبر جديد تضيف خبر جديد تضيف خبر جديد نجي ناخذ نص ونجيبها كذا نشوف الحين كيف راح يكون داخل ما نسحب هذي كذا أوك نشوف الحين أوك تغريبا متناسق يعني فخلونا نجيبها كذا فخلونا نجيبها كذا برضو نسحبها كذا أوك شوف الحين يعني كذا ظهر بشكل مرتب ومتناسق وجميل أوك بالنسبة للدائرة لو حاب أنك تضيف حركة تضيف حركة تروح للآيرس الآيرس فيها انتقلات كويسة نوجينا كذا نسحبها كذا أوك نسحبها كذا أوك خلونا نشوف أي سلام فهذه الطريقة ونعجبتكم لا تنسوا ندعمكم لايك سبسكرايب إذا كان عندك أي ستفسار أكتبها في الكومنت والسلام عليكم شكرا شكرا شكرا